هلا الله فيكم حقيقة جيدة من توب 10 أنوانا هالمرة رح يكون حاجة مميزة رح نذكر لكم عشر ألعاب صار فيها مواقف موت غريبة مريبة بشعة يعني الوقت اللي خلاص توقف لعب ينتي تجيك شاشة الجيم أوفر نوريكم أشياء رهيبة اللي جات فيها والحين خلونا نبدأ في المركز العاشر معنا سلسلة ألعاب باتمان أركم طبعا معروف أن باتمان أركم من أفضل ألعاب اللي بنيت على شخصية كوميك الفكرة أن في أماكن يكون فيها أعداد قاتلهم يكون هو البوس اللي تقاتله في الأماكن هذي لو مت فيها رح يجيك البوس اللي مفهود تقاتله ويطقطق عليك أو يستهزئ فيك أو يسوي لك حركة ستولكها بالكوميك زي بين لما يكسر ظهر باتمان في الكوميكس أو أشياء زي كده كان جدا وشي مميز خاص لما الجوكري جي يطقطق عليك بسلوب الرهيب سألعاب جدا 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 في المركز التاسع معنا لعبة بانجو كازوي اللي نزالت على جهاز نتانو سيكستي فور اللعبة هذه في ساحرة شريرة اسمها وهدفها أنها تبغى تسرق الجمال من أخت بانجو فطول اللعبة أنت تحاول أن تمنع هذا الشيء لكن لما تخسر وتموت قيم اوبر خلاص ما في حد بيمنحها فأي شي يصير يورونك فعليا أي شي بيصير قران تلدا تسرق الجمال من أخت بانجو ويطلع شكلها مرة مزة ومرة كيوت وبعدين يورونك أخت بانجو وإيش صالها لما انصرقت منها الجمال وصارت قبيحة بشكل طبيعي وتقول لأخوها وينك يا أخوي تعال أبوك المتراس معاك شكلها بتجد وجلد في المركز الثامن معانا لعبة كونكر باد فوردي أيضا لتعجيها اللعبة هذه من أولها لأخرها كل أشياء مضحكة وهي موجهة للكبار فقط لكن إيش الشي اللي كان رهيب فيها البانثر كينغ هدفه في اللعبة أنه يبي يحط كاس حليب على طاولة لكن واحدة من الرجول الطاولة مكسورة فقال روح جيبولي كونكر أبحطه بدال الرجل الطاولة المكسورة طبعا أنت تقول وش هذا الهدف حق الوحش الأخير ذا وش هدف الاستهبال ذا فعلا لما تخسر في اللعبة بتلقى يجيك البانثر كينغ يحط لك كاس الحليب على طاولة بعين الكاميرا تنزل شوي شوي ويريك فعلا شخصية البطل اللي هو كونكر صار واحدة من رجول الطاولة يعني هذا طموحه وهذا هدفه خلاص طول عمره بيصير رجل طاولة والله حياة جدا ينتح رح سلم في المركز السابع معانا لعبة مورتال كومبات فور مورت كومبات من أكثر لعاب الدموية في لعاب القتال لكن جزء الرابع كان لما تموت انت ما تجيش حسة جيموفر بسرعة لا يجيك شخصية حدش حقتك يطيح 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 في هاوية وهو يطيح مو بس يطيح عادي يطيح ويتقلب يعني حالته مرة مزرية وانت الوحيد اللي بيدك انك تنقذه انك تضغط كنتنيو أبي أكمل لكن ايش يصير لما خلاط تسحب عليه أبد يطيح لك في شوك ويموت بكل بساطة كتشق كيدا على طوب في المركز السادس معانا سلسلة ألعاب فاينل فايت لعبة فاينل فايت من الأول ألعاب اللي تمشي والطق اللي نعرف اسماه كيدا لكن سلسلة ألعاب فاينل فايت الأول والثاني والثالث كان لما يصير جيموفر كان يصير حاجة جدا انترسي أولا الجزء الأول كان يربطونك في قنبلة وتنفخ عساس الطفيها إذا خلص الوقت تنفجر في قنبلة وتموت وجزء الثاني كانوا يغرقونك في مويا يحطونك في غرفة كذا مربطين يدينك وقعدين يغررونك في المويا وإذا طبعا ما تتكنتنيو راح شخصيتك تموت وتخترق وجزء الثالث حطينك في شيء من سدح وفوقك زي أشواك تنزل عليك يعني كل جزء يتفننون في طرق التعذيب والقتل في المركز الخامس معانا لعبت نينجا قايدن وبالتحديد نسخة الأركيد نسخة الأركيد كانت صعبة جدا جدا وتبلع لكل قروش بلع فإيش يصير لما تنتهي قروشك البطل حقك بيقعد مربط في زي سرير خشبي وفوقه منشار ينزل زي أفلام سوف فإذا انت خلاصت قروشك وما تشت تسوي ماذا سيصير؟ البطل بتقطع بطنه بيموت فهذه طبعا واحدة من أسوأ الأشياء ووقتها كان حاجة جدا تخوف للناس اللي لعبون اللعبة في المركز الرابع معنا لعبة مجورز ماسك الهدف مجورز ماسك أنك تتنقل بين ثلاث أيام رايح جاي رايح جاي عساس توقف كارثة أن القمر هذا بوجه يخوف ما ينزل وينهي لك العالم كله طيب ايش يصير لو خسرت ايش يصير يصير الشيء القلول لك يا لعبة القمر بينزل تدريجيا بيدخل استراتوسفير حق الأرض بيقرب شوي شوي على المدينة بتشوف برج الساعة أول شي تكسر بعدين المدن تتكسر والعمار تتكسر ولينك بيطالع كذا وما عنده أي شيء بالحقي يقدر يسوي غير نيتفرج إلى ما يجيه الموت ويتشوت بانفجار ينهي حياته حاجة جدا مريبة في المركز الثالث معنا لعبة سبايدر مان فيرسز كينغ بن نزلت على الجهاز السيجا سي دي هذه اللعبة ميزتها انه كان فيها وكان فيها مقاطع سينمائية وقتها فايش اللي يصير لما تخسر في اللعبة راح تنجلت وبعدين كينغ بن بيشيل سبايدر مان وياخذ خويته ويربطهم ومو بس كده لا بيربطهم في بركة أسد تحته بعدين شي يسوي أبت ينزلك طبعا قبل ما يهايط عليك بيقعد يهايط عليك بالكلام بعدين شي يصير بعدين ينزلهم ببركة الأسد شوي شوي بعدين يموتون خلاص انت اللعبة اللي صار انه ما موت بس بس بايدر مان لا موته وخويته حتى خويته ما يعني تزوجها ما شبك لا لا راح انتوا يا ما بيك لأنتي ولا سبايدر مان ايش ايش البوسها في المركز الثاني معانا سلسلة فير افكت فير افكت من العاب النادرة سابقة وقتا يعني وقتا لما نزلت اللعبة مسوي أحادي جديدة جابتلك موشن فيديو يمشي بالخلفية وانت قعد تمشي في اللعبة يعني الخلفية تتحرك موشن فيديو قعد يشتغل وانت قعد تمشي حاجة جدك هات ممتازة وقتا لكن أكثر شي كاني ميزة مشاهد الموت اللعبة هذي تموت فيها بأكثر من طريقة وكل طريقة أشنع وأبشع من اللي قبلها من أسوأ الطرق اللي بشع اللي شفتها في اللعبة لما البطلة كانت هنا اسم البطلة واقفة عند أسنصير والأسنصير وكذيني الأسنصير رقع من تحت الفوق وقشع جسمها كله زي ما شفتوا بالصورة حاجة جدها مريبة كان وقتا معاً معنا لعبت Brainded 13 لعبة هذي اللعبة نجللت على ال PC و جهاز بلاي ستيشن و جهاز 3DO اللعبة هذي عبارة عن كارتون يمشي وانت كل عليك تسوي انك تحط أسهم في وقت مناسب يعني تضط هكذا مناسب ثلاث A أو X و دائرة و و دائرة و و تعدى من المواقف لكن في تقريباً 12 دقيقة متواصلة من الموت في أكثر من 60 طريقة أنك تموت في اللعبة هذي ميزة اللعبة هذي طرق الموت جداً جداً شنيعة بشكل ما تتصورها لكن بأسلوب كرتوني فتخيلوا الموتة هذي مثلاً تخيلوا فيها دم و يطلع المخ تخيلوا او هذي الموتة تخيلوا يطلع منها دم أيضاً يطشر و تطلع الأمعاء يعني اللعبة فيها موتات شنيعة جداً كل ما تموت لكن بأسلوب كرتوني جميل وهذه كانت أشنع موتات و أطرف موتات و أرهب الأشياء اللي تصير في لما تجيك شاشة القيموة في الألعاب قلوا نشراكم فيها و عطونا رأيكم أيضاً فيها و قلوا لنا أيضاً إيش تابون في ألعاب خنقول حلقات توب تونج جديدة جاية و إذا أنتم لعبتوا إلى الألعاب هذي قلوا لنا إيش تجربكم معاها تحت بالقومت كمعاكم في هذه الجيحة أعطيكم العافية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر